اشتركوا في القناة وعظيم الاستفادة من حركة الملاحة في القناة الجديدة تم حفر القناة في اقل من عام ليحقق المصريون معجزة بكل المقاييس اذ اجمع الخبراء على ان هذا المشروع الاملاق لا يمكن انجازه على احسن تقدير في اقل من ثلاثة اعوام لو هذا المشروع اتعمل في المانيا او في بلد اوروبية اكيد حياخد سنتين ثلاثة يمكن خمس سنين لانه هنا المشاريع مش ممكن تنفيذها بالسرعة اللي تعملت في مصر انه في مصر كان فيه امكانيات مش موجودة في اوروبا انه فيه ورديات تشتغل 24 ساعة في اليوم تاني حاجة كانت تخطيط عظيم جدا كانت الماكينات المستعملة عظيمة جدا وكان الشغل مراقب بالسمرار اعتبر انه مشروع قناة السويس مشروع ناجح جدا مش بس لمصر بس للهندسة في اي بلد في العالم وتحققت اهم اهداف حفر القناة الجديدة وهو استعادة المصريون لفقتهم في انفسهم وقدرتهم على الانجاز قناة السويس اتبنت بايدين عمال مصرية مهنسين في مصريين وكمان جموين مصري وما تنسوش انه برضو اتعمل في جو من ناحية الطبيعة درجة الحرارة كان بتصل الاربعين وخمسين درجة مشروع من ناحية الفنية صعب وكل واحد عارف كده ان ده يتم في سنة كانت مش موجزة لكن بتوضح ان مصر فعلا تقدر وكان حفر القناة الجديدة بمثابة البداية لانشاء امتداد تنموي اقتصادي وجغرافي عمراني لمدن القناة الثلاث فانطلق المشروع العملاق لتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء على مساحة 460 كيلو متر مربعة لما يكون عندك نشاط زي ده اول حاجة هتخلق فرص عمل وهتخلق فرص للتنمية وهتبطي تبقى مركز جاز بالناس تيجي من بقية الجمهورية تيجي تتوطن وتعيش في المنطقة اللي حوالين محور قناة السويس ويتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس انشاء اكبر منطقة اقتصادية عالمية والتي تتضمن توفير بنية تحتية من الدرجة الاولى وسهولة الوصول الى الاسواق وتبسيط الاجراءات الادارية وزيادة القدرة التنافسية لقناة السويس في محيطها الاقليمي والعالمي وزيادة الاستثمار والاعمالة وكذلك المضيف بناء خمسة الاف مصنع توفر اكثر من خمسمائة الف فرصة عمل جديدة مما يترتب عليه زيادة حجم الصادرات بالاضافة الى البدء في انشاء عدد من الموانئ والمطارات الجديدة كما بدأ العمل في تطوير وتوسعة ميناء بورسعيد لزيادة قدرته الاستيعابية وبالرغم من اهمية وضخمة كل تلك المشروعات الا ان الانفاق التي يجري حفرها تحت قناة السويس ستكون مشروعات ذات طابع خاص وهي عبارة عن ستة انفاق عملاقة تربط مدن لإسماعيلية وبرسعيد بسيناء بريا بعد عبورها لقناتي السويس القديمة والجديدة مما يسهل عملية تنمية سيناء والانفاق طبعا في المنطقة دي حتوحي المنطقة تاعت قاة السويس سواء لو في المنطقة لجيستيك مضاية مصانع مناطق عمرانية وبرضو اي اعتقد بردو كانت القان موفق انهم اختاروا اكبر شركة موجودة عالميا هيا في المانيا هي شركة هيرن كنشت اشتركوا في المنطقة اشتركوا في المنطقة ومن ياتف اجلس كلها وميزت انقلة جديدة اشتركوا في المنطقة في المنطقة الشركة التعافي في المنطقة وكل من يوضع اشتركوا في المنطقة وفي الناس الالبس يتوقعوا في المنطقة يتوقعوا بهم بأننا ليس جيدا يعني احنا نقدر نقرر نقدر نعمل أكتر من كده نقدر نجتهد نقدر نعمل حاجات كتير في العرضنا موسيقى نقول أكبر أنفاق موجودين دولاتي في العالم في الحجم ده في الوقت ده اللي بيبقى موجود أنه هو يتحفر بالمكانة 13 متر قطر المكانة تحت مستضح المية بحوالي 40 ل 47 متر ينقسم المشروع لثلاثة أنفاق يتم تنفيذها شمال مدينة الإسماعيلية وثلاثة أخرى يتم تنفيذها جنوب مدينة تورسعيد بإجمالي أربعة أنفاق للسيارات ونفقين للسكك الحريرية يبلغ طول النفق الواحد منها 5820 مترات الأنفاق دي مهمة جدا لأنه احنا أهم حاجة في مشروع زي كده لنبقى عندنا خطوط مواصلات بدون أي انقطاع والأنفاق دي بيدي لك فرصة أن تنقل كمية كبيرة من الكونتينر في وقت قصير ولخدمة المشروع وضمان سرعة سير العمل به تم إنشاء مصنع للحلقات الخرسانية بجوار المشروع على مساحة 14500 متر مربع والذي تقدر طاقته الإنتاجية القصوى بـ 15 حلقة خرسانية في اليوم ولتتحقق التنمية الشاملة في سينا كانت سحارة سربيوم ويأضخم مشروع مائي أسفل قناة السويس الجديدة والتي تنقل مياه نيل العذبة إلى منطقة السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة وتهدف إلى زراعة حوالي 400 ألف فدان بسينا وخلق ألف فدان بسينا وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية تنموية متكاملة السحارة مقسمة إلى أربع بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متر ويعد الجزء الهام من محور تنمية قناة السويس وتنمية سينا وإنشاء مدن جديدة ومنها مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الجلالة البحرية ومدينة شرق بورسعيد ومدينة السويس الجديدة بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والتنمية الزراعية والسياحية والمزارع السمكية ليكونوا نواة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة ولأننا ومنذ عامين في سباق دائم مع الزمن انطلقنا شمالا وجنوبا شرقا وغربا بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة في كل نواحي مصر نحن مش بس الموضوع زراعة واستصلاح أراضي لا الموضوع موضوع إنشاء مجتمعات جديدة وهو ده المهم هي دي كلمة السباق فكان مشروع المليون ونصف فدان وهو المرحلة الأولى من المشروع لعملاق لاستصلاح أربعة ملايين فدان منهم مائة وثلاثة وتسعون ألف فدان بمحافظة أسوان ومائة ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية ومائة ألف فدان بمحافظة مطروح وثلاثمائة وسبعون ألف فدان بمحافظة المينية وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة فدان بمحافظة قناء ومثلهم بغرب المرشدة وعشرون ألف فدان بجنوب سيناء بالإضافة إلى مائتين وثمانين ألف فدان بالواد الجديد كل ذلك بهدف إنشاء ريف مصري جديد وزيادة الرقعة الزراعية إلى 9 مليون ونصف مليون فدان وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80% لأول مرة يورد لمصر الدولة حوالي 5 مليون طن أم وده نص احتياجات مصر بالكامل يعني أنا بصور أنه في خلال سنتين أو ثلاثة بالكتير أنه إحنا ممكن نكتفي داخليا بإنتاجنا من القم نقطة الانطلاق كانت من الفرفرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 وهو المشروع الذي تم وبدأ باستصلاح وتنميات عشرة ألاف فدم وحفر أربعين بئرا جوفيا في المنطقة في وقت قياسي وبناء ثلاث قرى زراعية وخدمية وألف بيت ريفي مساحته مائة متر وعدد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع ومحط الطاقة شمسية بقدرة أربعة ميجاوات على مساحة ستة عشر ألف فدان وشق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانب ولتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع كان لنا أن نسعى بكل جهد للحفاظ على المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها ومن هنا كان إطلاق المشروع القومي للصوامع وتم إنشاء سبع عشرة صومعة جديدة من أصل خمس وعشرين صومعة في عدة محافظات ومائة وخمس شون حديثة وذلك لتوفير قدرة تخزينية عالية تصل إلى تسعة ملايين طن والقضاء على نسبة الفاقد والتي وصلت إلى خمسة وعشرين في المائة بمحصول القمة طبعاً فيه نية لأن تكون المنطقة بتاع ديات تكون المنطقة فيها منطقة صناعية بحيث أنها يكون لها علاقة بعملية عمليات تخزين واستخدام الحبوب والحبوب الزيتين صومعة القنطرة شرق هي إحدى الصوامع السبع عشرة التي تم إنشاؤها وتتكون من 12 خلية بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن ولأننا نتحرك بسرعة كبيرة في مختلف المحاور في وقت واحد فكان لابد من تطوير شبكة الطرق والكباري والتي كانت تعاني إهمالاً شديداً على مدار سنوات طويلة وكان تطويرها ضرورة ملحة فهي ليست رفاهية إنما هي الركيزة الأساسية لكل المشروعات القومية الأخرى وضرورة قصوى كونها أحد العوامل المساعدة لدعم الاستثمار والاقتصاد المصري وبالرغم من صعوبة التحدي إلا أن مصر وبأيدي أبنائها نجحت خلال عام ونصف فقط وهو زمن قياسي من تحقيق طفرة هائلة في شبكة الطرق بإنشاء وتطوير أكثر من 5000 كيلو متر على مستوى الجمهورية وأكثر من 130 كبري تعملت شبكة من الطرق رهيبة جداً يمكن ما بيتمش الإعلان عنها كتير بس لما تقرأ وتشوف عدد الكيلو مترات أو الألاف الكيلو مترات اللي اتعاملت لها شبكة طرق في الفترة اللي فاتت ده رقم مهول جداً فاول ما شعر ده هيخلق كينات ومدن وفتح فرص ما كانتش مقبولة على الخريطة على الإطلاق ده غير أنه هو أنت بتعمله هو بيولد قوة في الاقتصاد وبيخلي شركات المؤلاءات تشتغل وبيشغل كل العاملين في المجال ده معروف جداً أن كل مشاريع الإنشاء والطرق بتؤسف الاقتصاد بصورة مباشرة وسريعة فالطرق الموجودة عندنا في ألمانيا أنا ما شايفش أنه فيه فرق كبير فرق كتير ولا أي حاجة بل بالعكس بطرق متنفذة من أحسن ما يمكن الطرق الجديدة التي عملت في مصر رجعنا عن طريق طريق الساحل الجديد صحيح أنه انبهرت صراحة كان الطريق سواء في الزياب أو في العودة لقيته يضاهي مستويات الأوتوبان أو الطرق الموجودة عندنا في ألمانيا وده يمقشل أن فيه عمل واضح وشوغر دؤون بداية جيدة وأعتقد الزمن برضو اعتبر زمن القياسي وده يدل أن فيه رغبة صادقة فقد الله سبحانه وتعالى أن يوفقوا فيه إنهاء هذه المشاريع الأملاقة حدوء الطرق ده كان لازم يشتغل ويتعامل على هذا المستوى من 20 سنة مجلوع ستساعد مشريع الترمية ستساعد السياحة ستساعد على ترميد مجتمعات سكانية وصنعية جديدة وما فيه شك أن مصر كانت محتاجة لما شبك الطرق على أعلى مستوى وأنا قدر أقول لك أن مصر اسكندريا تقريبا يساوي أفور أول اللي هو الطريق الرئيسي ما بين وينسور في جنوب كندا اللي هي الحدود مع أمريكا ومونتريال اللي هي العاصمة الثقافية بتاعت كندا وهذه لم تكن النهاية إنما البداية فقط فالدولة تستهدف الانتهاء من ألف كيلو متر جديدة وعشرين كبري قبل نهاية هذا العام وانطلاقا من الرغبة الملحة في حل جميع المشكلات التي تواجه المواطن المصري في أسرع وقت كان البدء الفوري في تطوير شبكة الكهرباء وهو المشروع العملاق والأهم نظرا لأنه يمس حياة كل مواطن ومستثمر بشكل مباشر ونجحت مصر في إنهاء معاناة السبعة أعوام من انقطاعات الكهرباء وانتها عن تلبية احتمان منها حيث بدأ العمل على أربعة محاور رئيسية مكنتها من الوصول لأعلى إنتاج من الكهرباء خلال تلك السنوات المحور الأول الذي تحركت فيه كان خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء تقدر بثلاثة ألاف وستمائة واثنين وثلاثين ميجاوات محطات الصغيرة أعطاها جنبها أماكن باستهلاك تبقى توفر كتز كبير جدا من الشبكة من حطوط النائف توفر الصيانة بتاعتها يعني الاستثمار نفسه بتوفره توفر الصيانة توفر الفواقد بيها كمان والثاني كان استكمال محطات إنتاج كهرباء كان قد تم بدء العمل بها إلا أنها لم تدخل كامل الوحدات المخططة لها بواقع خمس محطات إنتاج كهرباء وكذلك عملت الدولة على برامج الصيانة وإضافة وحدات متنقلة ورفع كفاءة محطات الكهرباء وأخيرا التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود إنجاز مشروعات الكهرباء ده كان حياة أو موت بالنسبة للبتر لأن انت بالله بتقول أنا عايزة أعمل استثمار طيب هتجيب واحد تعمصنا عامل يبني مصنع أو يبني حتى مزرعة أو يعمل أي مشروع هو مش محتاج طاقة محتاج طاقة طيب لما ما عندكش طاقة هتجيب مستثمر يعمل إيه كانت مسألة حياة أو موت يعني مش مسألة أنه بيقطع وما بيقطعش مسألة انت النهار ده كل الاستثمار واقف لأن ما عندكش طاقة تديها لأما مصنع عاسمانتكا بتشتغل بتلت طاقتها مصنع عاسميدة بتلت طاقتها تبطر تستورد بعد ما تنتج محلي لأن ما عندكش طاقة فكان موضوع لازم ينتهي وفي سابقة لم تحدث في مختلف دول العالم تمكنت مصر بالشراكة مع عدة شركات محلية ودولية والتي ساهمت بشكل واضح في وجود فائض في القدرات مع باقي التحركات في وقت قياسي وتعاقدت مصر مع شركة سيمينز الألمانية لإنشاء ثلاث محطات إنتاج الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس لإجمالي قدرات 14400 ميجاوات والتي من المقرر دخول وحداتها للخدمة بدءا من العام الجاري حتى 2018 والتي تنفذ بالتعاون مع شركات محلية إيجابة تنفذ بالتعاون مع شركات محلية وقد تم تنفيذ عدد غير مسبوق من محطات الكهرباء في زمن قياسي وفي كل الأنحاء شرقا وغربا شمالا وجنوبا في جميع محافظات الجمهورية وتعمل مصر على إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بموقع الضبع بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات مما وضعنا على خريطة الدول الكبرى في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ولأن الطموح أكبر بكثير من مجرد حل المشاكل اليومية كانت أعيننا دائما تتجه صوب المستقبل فكان البدء في إنشاء عاصمة إدارية جديدة تليق بمصر وشعبها ومكانتها وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة لحل العديد من المشاكل التي تواجهها مصر وابتكار أماكن جديدة للعمل والسكن والإدارة من خلال رؤية مستقبلية هي نتاج لأفضل التجارب العالمية في التصميم تقع العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف ثلاثة طرق وهي الدائر الإقليمي والسويس والعين السفنة في أبريل الماضي بدأت المعدات في العمل بالموقع لتنفيذ مرافق منطقة الحي الحكومي والحي السكني ضمن المرحلة الأولى والتي تمثل أربعين ألف فدان ليوفر المشروع ما يقرب من أربعمائة ألف فرصة عمل خلال فترة العمل به الربط بين مشروعات التنمية الكبرى كان الهدف الاستراتيجي للعاصمة الإدارية الجديدة فالمشروع سيربط بين مشروع تنمية محور قناة السويس من حيث إنشاء مقارها الإدارية ومطار دولي جديد وهو مطار القطمية الجاري لانتهاء من أعمال تطويره ليجعل من المدينة مركزاً للمستقبل إلا أن الاهتمام بالمستقبل لم يكن أبداً على حساب الحاضر ولا معاناة المواطنين الذين يعيشون في العشوائيات أو الذين يبحثون عن مساكن تليق بهم لهذا كان قرار إنشاء مليون وحدة سكنية بمساحات توفر حياة كريمة للمصريين المشروع يهدف لبناء 656 ألف وحدة سكنية و300 ألف وحدة إسكان اقتصادي ومتميز يشارك فيه 500 شركة مقاولات ويوفر 720 ألف فرصة عمل مباشرة وتم الانتهاء فعلياً من 125 ألف وحدة سكنية ويجري حالياً تنفيذ 258 ألف وحدة أخرى وبالطبع كان لتطوير العشوائيات نصيباً كبيراً من التنمية التي تشهدها مصر حيث يهدف المشروع إلى إنهاء مشكلة العشوائيات في مصر وليس فقط المناطق الخطرة ولكن أيضاً المناطق غير المخططة خلال العامين القادمين ويعد حي الأسمرات مثالاً حياً لما يهدف له المشروع حيث تم إنشاء 11 ألف وحدة سكنية وقد تم تجشين المرحلتين الأولى والثانية في يناير 2015 وتم الانتهاء منهما في زمن قياسي وافتتاحوهما في مايو الألفين وستة عشر وتم تخصيصهما لقاطن العشوائيات من مناطق أدويقة وعزبة خير الله واستبل عنطر كما تم تجشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يناير 2016 وسيتم تنفيذه خلال عام واحد حيث تم تخصيص ثمانين فداناً لإقامة مائة واربع وعشرين عمارة سكنية وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية يجب على الدولة هذا المشروع العظيم لابد أن تحصنه بشروط بحيث أن يظل هذا العقار بالهيئة التي هي أنشئة عليها ما تخلوش عندكم سعف للطموعة احلاموا على قد ما تقدروا ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية كان لابد من النظر إلى القرى الأكثر فقراً والمواطنين الأكثر احتياجاً حيث تم تطوير ثماني وسبعين قرية على مستوى الجمهورية وكذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الثلاثية بما يعادل السبعة مليارات متر مكعب في العام وإنشاء منظومة متكاملة للخبز أنا كمصرية كنت بخجل من طوابير الخبز والخناءات اللي على رغيف الخبز النهاردة اختفى ده دي حاجة من أروع ما يمكن كذلك تم تدشين مشروع تكافل وكرامة الذي يستهدف مليون ونصف مليون أسر فقيرة ليصل حجم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى حوالي ثلاثة ملايين أسر فقيرة وزيادة عدد مراكز علاج فيروسي لتصل إلى 52 مركزاً على مستوى الجمهورية وخفض تكلفة العلاج من 10500 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه فقط لتتراجع نسبة الإصابة بالفيروس من 9% إلى 4% وسيتم الانتهاء من علاج جميع الحالات المسجلة خلال شهر أغسطس من العام الجاني ثم تبدأ حملة قومية لحث المواطنين على الكشف وبدء العلاج وبما يستهدف القضاء على المرض نهائياً خلال عام 2018 وتم علاج 500 ألف حالة كل هذه المشروعات القومية التي تم إنجازها في أقل من عامين كان الهدف منها هو حل جزء كبير من المشاكل التي عانى منها كل مواطن مصري على مدار سنوات وعقود ومن أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعي الحقيقي وهو توثير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر إلا أنه يبقى ما هو أهم من كل ذلك وهو بناء الإنسان المصري وخاصة الشباب الذين هم المشروع القومي الأول لمصر كانت هناك أهمية قصوى لإتاحة أماكن في جميع المحافظات دون استثناء للشباب لتفريغ طاقاتهم ولنشر الأنشطة الرياضية والثقافية والإبداعية فكان القرار بإنشاء وتطوير 2174 مركز شباب على مستوى الجمهورية من إجمالية 4000 مركز سيتم الانتهاء من تطويرهم أوائل عام 2017 ويعد التطوير الهائل الذي شهده مركز شباب الجزيرة خير شاهد على ذلك حيث تم تطويره بأحدث المستويات العالمية بمساحة 96 فدانا وكذلك الاهتمام البالغ بالبراعم الصغيرة المتمثل في مشروع البطل الأولمبي لإعداد هؤلاء البراعم بطرق حريفة في سن مبكرة وذلك على مستوى جميع الرياضات بلا استثناء وفي جميع محافظات مصر وكذلك الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتوفير أحدث طرق التدريب وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً في الألعاب البارا أولمبية واستكمال تطوير المدن الشبابية بالمحافظات المختلفة كذلك تم تجين بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وهدفه الأساسي هو إتاحة محتوى ثقافي ومعرفي لكل أفراد الأسرة وذلك بنشر مواد تعليمية بحثية عالية الجودة وأكبر مكتبة عربية رقمية على شبكة الإنترنت مما يساعد على تطوير منظومة البحث العلمي وإتاحة المحتوى العلمي والمعرفي مجاناً لكل المصريين وتم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي يهدف إلى تخريغ قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقاً لأسليب الإدارة الحديثة البرنامج يهدف إلى تأهيل ألف شاب وشابة سنوياً كمرحلة أولى وآخيراً وليس آخراً وفي إطار عام الشباب تم إطلاق مبادرة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 200 مليار جنيه بفائدة 5% بهدف خلق أربعة ملايين فرصة عمل جديدة للشباب هذا بالإضافة لمدينة الأثاث بضمياط وبدء العمل في مشروع مدينة الجلود في الربيكي وكان التحدي الأكبر إقناع العالم بحقيقة إرادة المصريين وكان ضرورياً استعادة مصر لدورها ومكانتها الإقليمية والدولية ومن هنا كانت جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي شرقاً وغرباً ليحمل رسالة المصريين إلى العالم لم نترك ملفاً في العلاقات الخارجية يفيد مصر ويؤكد صداتها الطيبة بشعوب العالم إلا وطرقناها مصر الجديدة منفتحة على العالم كله دول العربية كلها وقفين جنبنا بكل جهودهم وكل إمكانياتهم في الوقت اللي إحنا كنا محتاجين جداً لهذه المساعدة إن المتابعة للجهود السياسية المبذولة غير المسبوقة في ملف العلاقات الخارجية سيتيقن بأن الدولة المصرية العريقة استعادت تأثيرها الدولي والإقليمي بشكل كبير وسريع إن مصر وفي خلال عامين فقط حققت إنجازاً تاريخياً على جميع المحاور وشهدت تطوراً مذهلاً في بنيتها التحتية وفي شتى المجالات وكل تلك اللقطات التي تعبر عن إنجاز غير مسبوك قد تم بالفعل على أرض الواقع وفي زمن قياسي إنما هي دليل على قوة وصلابة هذا الشعب وتعبر عن إيمانه بأنه لا بد وأن يتكاتف في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن وأنه أصر وصمم على أن يتحدى التحدي تحيا مصر ويحيا شعب مصر أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي اشتركوا في القناة